متابعي قناة دوكزي ايجيبت اهلا بيكو في حلقة جديدة من مركز تطريب كلاب الامن والحراسة النهاردة هنتكلم على كلب يعتبر من اشرص واضخم واغلى كلاب العالم وهو التبيتين ماستف كلب الماستف التبيتي هو كلب ضخم جدا مع الكثير من الشعر من سلالة قديمة تنتمي الى هضبة التبيت وهو من الكلاب المحلية التي تعيش في التبيت الصين نيبال والهند يعرف ايضا باسم اسد الكلاب نظرا لحجمه الهائل وقوته الكبيرة يعيش ايضا في المناطق الباردة يستخدم الماستف للحراسة وهو من افضل كلاب الحراسة في العالم ويستخدم ايضا في الصيد ورعي الاغنام والابكار في اقليم التبيت ان كلب تبيتين ماستف من اكثر الكلاب تشابها مع الكلب الراعي الكوكازي سواء في الحجم او الطول او كسرة الشعر كلب الماستف التبيتي اضخم كلب في العالم حيث يصل وزنه الى تسعة وتسعين كيلو جرام ويتراوح طوله من واحد وستين الى واحد وسبعين سنتي وهو يعتبر من اغلى كلاب العالم حيث يتراوح شعره من خمسة الاف يورو الى خمسين الف يورو تمتاز كلاب ماستف بالحجم الكبير والقوة الكبيرة حيث ان قوته اكبر من قوة كلاب بيتبول يمتلك الماستف التبيتي شعرا كسيفة وقامة طويلة ويجب ان يبدأ تدريب هذا الكلب مبكرا جدا حتى يتمكن صاحبه من السيطرة عليه وتحتاج هذه السلالة الى جهد كبير من التدريبات والتمرين اليومية للحفاظ على لياقة جسمها وذلك يرجع لضخامة جسمها والحفاظ على صحتها كما ان هذه الفصيلة بالذات تميل الى النوم الكثير والكسل الى حد ما يسبب في زيادة وزنها وهذه الكلاب لا تقترب كثيرا من الغرباء ولا تتعامل معهم الا اذا سعرت بالامان من ناحيتهم لذلك فهي كلاب حراسة شرسة جدا مع الغرباء وتنحدر كلاب التبيتيان ماستف من الانسال الضخمة وموطنه اسيا الوسطى يمكن ان يوجد في جميع مناطق الهملايا ووظيفته الاساسية هي الحراسة والمراقبة ولكنه يستخدم ايضا كرافيق عائلي مثالي ويتميز بقوته وشجعته والصبر والولاء واللطافة مع اصحابه وتميز ايضا بالقوام الرائع وقوة عظيمة كما انه يتمتع بنبرة دباح عالية جدا نشأ كلب التبيتيان ماستف في جبال الهملايا في بعض مناطق التبيت واجزاء من الهند ويعود وجود هذا الكلب الى 159 بعد الميلاد بواسطة الرومان واليونان وكان دائما مذكورا في اسطير الاهل المحليين لجبال الهملايا وكانت هي السهم الاساسي الذي انتج منه الكثير من الانسال العاملة الكبيرة وظهر اولا في انجلترا في عام 1847 وارسل نائب ملك الهند كلبا كبيرا من التبيت الى الملكة بكتوريا وقدم التبيتيان ماستف الى معرض قصر انجلترا عام 1874 من قبل امير ويلز وشكلت في انجلترا جمعية النسل التيبيتية من قبل السيدة الاولى ثم تم تصديرها الى امريكا وانتشر هذا النوع ومن هنا اصبق الكلب مسجل رسميا كلب تبيتيان ماستف يعتبر كلب زو كوة هائلة وطاقة كبيرة من خلال ضخامته وضخامة جسده ويستخدم كلب للرعي في المناطق الريفية وهذا ما يجعله زو كوة كبيرة يعتبر كلب التبيتيان ماستف رقم واحد عالميا من حيث الارتفاع في السعر حيث اننا كما ذكرنا من قبل ممكن ان يصل سعره الى خمسين الف يورو ما يعادل المليون جنيه مصري النهاردة كان فيديو عن كلب من اشرص واخطر واكبر كلاب العالم وهو المستف التبيتي شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى شكرا لكم